اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر النهاردة هنتكلم عن انخفاض البوتاسيوم او هايبوكاليميا وهنعرف مع بعض ايه هي الاعراض بتاعته وايه الاسباب اللي عملت انخفاض بوتاسيوم وايه الفحوصات اللي بنعملها للمريض بتاعنا وازاي بينعالجه حلقتنا مخصصة للاطباء وما تنساش في البداية اعمل اللايك للفيديو البوتاسيوم ده عنصر مهم جدا في اجسامنا مستوى الطبيعي في الدم تقريبا من 3.5 ل5 لو زاد عن الطبيعي بتاعه بيعمل اعراض ويعمل مشاكل وممكن تكون خطيرة برضو وده تكلمنا عنه في حلقة هسيب لك الرابط بتاعها تحت في الوصفة اسفل الفيديو كمان لو نقص هذا البوتاسيوم عن المستوى الطبيعي بتاعه برضو ممكن يعمل اعراض ويعمل مشاكل زي مثلا انه يعمل ضعف في العضلات يعمل حالة ارهاق وحالة تعب عام في الجسم يعمل امساك يعمل انتفاخ يعمل شد عضل ويعمل بلبتيشن احساس بضربات القلب لكن لو كان النقص ده بسيط ممكن يبقى المريض بدون اي اعراض اصلا ونكتشفه بالصدفة مريض محجوز لاي سبب عنده نومونيا عنده اي حاجة ونجي نعمله تحليل البوتاسيوم يطلع قليل شوية لكن في اعراض او مشاكل خطر ممكن تحصل وتكون مهددة للحياة خصوصا طبعا لو كان النقص ده شديد من اهمها طبعا اختلال ضربات القلب والقرزمية كمان ممكن يحصل ضعف في عضلات التنفس ما احنا قلنا بيبقى فيه ضعف عضلي ممكن عضلات التنفس يحصل فيها ضعف وممكن يحصل فشل في التنفس بالسبب ضعف عضلات التنفس كمان بعض الاعراض النفسية ممكن تحصل لكن دي مش منتشرة شوية ممكن يحصل اكتئاب ممكن يحصل هزيان او دليريوم ممكن يحصل هلوسة وحاجات زي كده ودلوقتي تعالى مع بعض نتكلم عن اسباب انخفاض البوتاسيوم في الدم او الهايبوكاليوم لو جينا نفكر مع بعض ونشوف البوتاسيوم ليه هينخفض في الجسم رقم واحد يا اما فيه المريض مش بياخد اكل فيه بوتاسيوم مثلا واحد عنده تخلف عقلي وموجود في الشارع مالوش اهل ومالوش بيت ومش بياكل الناس اللي احنا عارفينهم دول ربنا يعافيهم او شخص اخر مريض نفسي لكن فيه اهمال في تغذيته او مريض تاني محبوس في المستشفى في العناية المركزة والتغذية بتاعته مش كويسة فممكن يحصل معاه هايبوكاليميا لكن الحاجات دي مش بنشوفها كتير السبب التاني انه يحصل انه يحصل فقدان من الجهاز الهضمي او مشكلة في الجهاز الهضمي ومن اشهرهم طبعا الاسهال الاسهال بيعمل هايبوكاليميا سواء الاسهال ده بسبب نازلة معاوية او بسبب اي مشكلة بتعمل اسهال او حتى كان بياخد ملينات فلازم نخلي بالنا ان الملينات ممكن تعمل هايبوكاليميا كمان الفوميتنج او القي ممكن يعمل المريض يحصل له دي هيدريشن وبالتالي الكلية تطلع رينين عشان الهايبو بريفيوجن ده والرينين يروح يطلع الالدستيرون والالدستيرون يزود اخراج البوتاسيوم من الكلة فيبقى المشكلة الاساسية هي الفوميتنج لكن نتج عنها زيادة اخراج البوتاسيوم من الكلة السبب التالت هو رينالوس يحصل فقدان من الكلية يعني الكلية بتطلع بوتاسيوم كتير وده ممكن يكون بالسبب أدوية وطبعا من أشهر الأدوية هي المدرات مدرات البول سواء كانت لوب دايوريتيكس أو ثايازايدز أو حتى أوزموتك دايوريتيكس كمان بعض الأدوية التانية زي الأنفوترايسين بي زي الهايدوس بين السيلنز كمان زيادة الألدوستيرون في الدم برضو بيخلي الكلة تخرج بوتاسيوم كتير في البول سواء المريض عنده بيلاترال أدرينال هايبربليزيا أو عنده أدرينال أدينوما بتطلع ألدوستيرون كتير وفي الحالات دي هتلاقي الألدوستيرون عالي لكن الرنين قليل لأن ده براي ماري هايبر ألدوستيرونيز يعني المشكلة في الغضة الكذارية أو الغضة الفوق كلوية نفسها مش الرنين اللي جاي لها هو اللي زيادة لا هي من نفسها بتطلع ألدوستيرون كتير كمان الكوشنج سندروم أو زيادة الكورتيزون في الدم برضو يخلي الكلة تخرج بوتاسيوم كتير سواء بسبب داخلي الأدرينال برضو هي اللي بتطلع كورتيزون أو المريض بياخد كورتيزون من الخارج كمان زيادة الرنين تعمل كده المريض لو عنده فوليام ديبلشن زي ما قلنا عنده دي هيدريشن جفاف فالدم اللي رايح للكلأ قليل فالكلة بتحس بالموضوع ده ويطلع رنين كتير فالرنين يروح يطلع الألدوستيرون كتير أو يكون المريض عنده ورم بيطلع رنين من الأساس أو يكون المريض عنده رينال أرثريستينوزز مع أن الدم في الجسم كله مش قليل لكن هو عنده بيولاترا رينال أرثريستينوزز فيطلع رنين كتير والرنين يروح يطلع ألدوستيرون كتير ويخلي الكلة تفقد بوتاسيوم في البول كمان في بعض الأمراض الجينية بتخلي الكلة تفقد بوتاسيوم كتير في البول يا إما مشكلة تانية زي الرينال تويبلر أسيدوزز برضو ممكن تعمل كده يا إما نقص الماغنيسيوم كمان دي حاجة مهمة جدا ده بيخلي الكلة تخرج البوتاسيوم في البول بشكل كبير فطبعا لازم لو واحد عنده هايبوكاليميا وهايبوماجنسيميا لازم ندي ماغنيسيوم وإحنا بنعالج الهايبوكاليميا كمان في الطعام حاجات زي العرقسوس ممكن يعمل هايبوكاليميا لأنه ليه تأثير زي المينيرا كورتوكويت زي الألدستيرون كده العرقسوس بيرفع الضغط وممكن يعمل هايبوكاليميا كمان الكحوليات ممكن تعمل كده كل دي أسباب تخلي الكلة تخرج البوتاسيوم زيادة في البول والمريض يحصل معاه هايبوكاليميا السبب الرابع هو أنه يحصل معنى كده أن البوتاسيوم في الجسم لم ينقص كميته ثابتة لكن الكمية اللي كانت ماشية في الدم كمية كبيرة منها دخلت جوه الخلايا فلما تيجي تقسه في الدم تلاقيه قليل زي ما بيحصل طبعا مع إعطاء الإنسولين زي ما احنا عارفين الإنسولين بيعمل هو الجلوكوز ممكن تدي للمريض جلوكوز يحفز إخراج الإنسولين والإنسولين يعمل كذلك طبعا حاجة زي السالبيوتامول جلسات الفاركولين أو أقرص السالبيوتامول زي ما احنا عارفين كمان الشخص لو حصله لأي سبب ده برضو بيعمل سواء بياخد صد بيكارب سواء عنده أي حاجة تعمل أو حتى برضو يعمل وممكن يعمل يبقى هما دول الأربع أسباب بقل بسببهم البوتاسيوم ممكن يقل في الدم وعشان الأدوية شيء مهم عايزك تعرف كده شوية أدوية بيعملوا هايبوكاليميا بطريقة أو بأخرى زي ما قلنا مدرات البول ملينات يعمل كده أمفوت رئيسين بي ممكن يعمل كده كواتابين ممكن يعمل كده وغيرهم زي ما انت شايف الصورة قدامك ودلوقتي تعالى مع بعض نتكلم عن الفحوصات اللي نعملها لمريض الهايبوكاليميا تعالى تعالى مرضي هيوضحها لك فلازم تاخد تاريخ مرضي تشوفه بياخد أدوية ايه بالزبط وتسأله عن الملينات عن الكورتيزون عن مدرات البول طبعا عن الإنسولين وهكذا يبقى كل الأدوية تسأل عنها كمان تشوف هل حصله نزلات معاوية أو إسهال أو قيء ولا لا اتحجس في مستشفى لأي سبب ولا لا عمل جراحة ممكن يكون عامل جراحة في البتيوتري جراحة في الغدة الدرقية جراحة في الأدرنال تشوفه التاريخ الجراحي بتاعه هل عنده أمراض قلب أو سكر أو ضغط أو أي أمراض مزمنة أخرى ولا لا هل في تاريخ عائلي في الأسرة لحاجة زي كده تقولك إن ده مثلا أو حاجات ورصية من اللي قلنا عليها هل بياخد عرقسوس كتير أو بيشرب كحليات زي ما قلنا كمان طبعا تفحص المريض بتاعك وتشوف هل في تاكيكارديا ضربات قلبه سريعة هل فيها ارتفاع في ضغط الدم لإن ارتفاع ضغط الدم ممكن يقولك إن الأودستيرون عالي أو بياخد عرقسوس المريض لو ضغطه منخفض ممكن يكون بياخد ملينات أو ممكن يكون بياخد مدرات بول أو يكون عنده زي البارتر سندروم أو جاتلمان سندروم مثلا يعني كمان تشوف هل فيه مسل ويكنس ولا لا تشوف الهارت ريجلر ولا إرريجلر تشوف معدل التنفس بتاع المريض بتاعك يعني تفحصه عشان تشوف فيه أي مشكلة في القلب أو في التنفس أو في العضلات اللي تكلمنا عنهم قبل كده وبالنسبة للفحوصات يا صديق العزيز فأول حاجة بتعملها طبعا هو سيرامبوتاسيوم زي ما قلنا الطبيعي تقريبا من 3.5 إلى 5 لو كان قليل عن كده فإحنا بنقسمه إلى درجات لو كان من 3 إلى 3.5 بنقول عليه من 2.5 إلى 3 بيبقى مدرت هايبوكاليميا أقل من 2.5 سيفير هايبوكاليميا بعد كده بتعمل للمريض بتاعك رسم قلب أي مريض عنده هايبوكاليميا لازم طبعا نعمله رسم قلب خصوصا لو كان نقص البوتاسيوم ده متوسط أو شديد أو كان المريض معاه أعراض معه بلبيتيشنز مثلا معه الرجل هارد ريت أي حاجة تانية ممكن تلاقي من علامات انخفاض البوتاسيوم إن T-Wave الأمبلتيوت بتاعها قل يعني بعد لما كانت عالية كده بدأت تنزل لتحت تنزل تنزل لدرجة إن هي ممكن تبقى فلات T-Wave كمان من علامات الهايبوكاليميا ظهور U-Wave وفي بعض الأحوال T بتكون نزلت خالص والU هي اللي ظهرت فأنا أعتقد بالخطأ إن فيه Q-T prolongation نفتكر إن ال U دي هي T لكنها مش T هي U-Wave كمان طبعا ممكن يظهر دربة من البوتين كده جاي لوحدها سبقى معادها أو دربة أخرى مصدرها من الأزين برضو جاي لوحدها قبل معادها كده ممكن أي أرزمية تحصل والحاجات اللي بنخاف منها بقى زي ممكن يحصل طبعا كل ما كانت الحالة جديدة كمان طبعا تعمل للمريض بتاعك ABG وتعمل له باقي الالكترولايتس البسوديوم الكالسيوم فوسفرس طبعا المغنيسيوم ما ننسهوش ونشوف مستوى الجولوكوز في الدم والكرياتينين والبيوئن يعتبر دي الفحوصات الأساسية اللي بتعملها وغالبا زي ما قلت لك السبب بيكون واضح قدامك بالتاريخ المرضي وبفحص المريض لكن لو السبب لسه مش واضح قدامك فممكن نحتاج مزيد من الفحوصات زي مثلا انك تعمل للمريض بتاعك spot urine potassium يعني نقيس البوتاسيوم في البول اللي خارج نشوف الكلية دي بتخرج في البول بوتاسيوم زيادة عن الطبيعي ولا قليل عن الطبيعي لان ده هيفرقلك ويمشيك في سكة من سكتين افرض انت عملت هذا التحليل لقيت البوتاسيوم اللي خارج في البول ده قليل أقل من 15 أو أقل من 20 ده يقولك ان الكلا مش بتخرج بوتاسيوم كتير الكلا بتحافظ على البوتاسيوم معنا كده ان السبب يا إما عمال يفقد في الإسهال مثلا أو مثلا في المريض مش بياخد بوتاسيوم في الطعام بتاعه أو يكون في البوتاسيوم مش بينزل في البول ولا حاجة لكنه بيدخل داخل الخلايا زي ما قلنا أما لو لقينا إخراج الكلا للبوتاسيوم كتير أكتر من 20 أو أكتر من 40 أحيانا يبقى المشكلة هنا ونبدأ تنور في الرينا الكوزيز اللي تكلمنا عنهم قبل كده سواء كان المريض بياخد مضرات بول ومش راضي يقول لنا مثلا أو لو كان المريض ضغطه عالي فممكن نشك في الهايبر ألدستيرونيزم نقيس الألدستيرون هنلاقيه عالي وممكن نقيس الرنين كمان عشان نشوف هل الرنين هو اللي معالي الألدستيرون ولا الألدستيرون اللي هو واحده اللي عالي بسبب تاني وعلى حسب ما تشك في الأسباب هتعمل فحوصات بعد كده كمان طبعا هنعمل ماغنيسيوم ليفل زي ما قلنا لأنه لو منخفض يخلي الكلة تخرج بوتاسيوم كتير كمان طبعا تي اس اتش أو وظائف الغده الدرقية كمان ممكن نقيس السوديوم في البول اللي خارج عشان نشوفه برضو السوديوم اللي خارج ده لو قليل أقل من عشرين ممكن نفكر في الهايبر ألدستيرونيزم كمان طبعا احنا كده كده هنقيس السيرام سوديوم السوديوم في الدم قد إيه لأنه لو قليل ممكن يكون بسبب دايوريتكس أو ممكن يكون بسبب جي آي تي لوس أما السوديوم في الدم لو عادي ممكن يكون بسبب الهايبر الدستيرونيز أو يكون بسبب نفروجينيك دايابيتس إنسيبيداس وده ممكن يحصل بسبب الهايبوكاليميا لو كانت بقالها فترة كبيرة شديدة وبقالها فترة كبيرة تعمل نفروجينيك دايابيتس إنسيبadelwu كمان في الإي بي جي في الوقت ده هنبص على البي إتش لو فيه ألكالوزيز نشوف أسباب الألكالوزيز التي يصاحبهاهاهايبوكاليميا زي القيء زي مضرات البول زي بارتر سندروم زي المينر الكورتوكويد اما لو لقينا اسيدوزيز ممكن يكون رينال تيبلر اسيدوزيز لكن عايز اقولك ان انت كطبيب حديث التخرج يهمك الفحوصات الاولى بس اللي تكلمنا عنها ولو بعد كده السبب مش واضح ممكن طبعا نستشير طبيب الكلا اللي يتعمق اكتر في الفحوصات معنا فاهم فحوصات بالنسبة ليك كطبيب حديث التخرج هو مستوى البوتاسيوم نفسه في الدم ان انت تعمل للمريض بتاعك راس ما قلب وتعمله طبعا اي بي جي وباقي المعادن في الدم زي السوديوم والمغنسيوم الكرياتينين والبيو ان وطبعا مستوى الجولوكوز لو عايز تاخد خطوة زيادة لو كان السبب لسه مش واضح ممكن نعمل يوريناري بوتاسيوم عشان بس تقولك الكلا بتخرج بوتاسيوم زيادة عن الطبيعي ولا اقل من الطبيعي فتوجهك برضو الى مكان المشكلة ودلوقتي تعالى نتكلم مع بعض عن ازاي بنعالج الهايبوكالينيا تعالى تعالى اول خطوة في علاج الهايبوكالينيا يا صديق العزيز هو ان انت توقف السبب طبعا المريض لو بياخد مدرات بول نوقفها المريض لو بياخد ملينات نوقفها المريض لو عنده اسهال نعالجه عنده قيق نعالجه بياخد كورتزول من الخارج نوقفه بياخد عرقسوس نوقفه بيشربه حليات نوقفها وطبعا لو المريض مثلا لازم ياخد مدرات بول عشان هو مثلا عنده هارت فيلير او حاجة تانية ممكن نبدل بدل اللوب دايوريتكس او الزايزايز ندي بوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس حاجة زي سبيرون اللاكتون مثلا يبقى اول حاجة السبب نوقفه تانية حاجة ان احنا طبعا لازم ندي للمريض بتاعنا بوتاسيوم لو كان المريض بتاعنا عنده نقص بسيط او متوسط في البوتاسيوم يعني من 3 ل3.5 او من 2.5 لحد 3.5 بسيط او متوسط ومفيش معاه اعراض شديدة ما فيش مشكلة في ضربات القلب ولا في مشكلة في رسم القلب عملنا رسم القلب وطلع كويس ومفيش معاه مشاكل في التنفس ما فيش حاجة خطر خالص فالمريض بتاعنا ده ينفع ندي له أورال بوتاسيوم ندي له بوتاسيوم عن طريق الفم اللي فيه منه اقراس زي مثلا سلو كي 600 او جيو بوتا كي 600 فبندي له قرص كل 8 ساعات ممكن قرص كل 6 ساعات وممكن قرصين كل 6 ساعات الجرعة معنا اصلا من 3 اقراس يوميا الى 12 قرص يوميا طبعا على حسب شدة نقص البوتاسيوم برضو المهم عشان ما تلغبطش نفسك هدد للمريض بتاعك قرص كل 8 ساعات او قرص كل 6 ساعات مع الطعام لان الأورال بوتاسيوم بيعمل فيفضل ان احنا نديه مع الطعام كمان فيه بوتاسيوم شراب لكن تركيزه اقل شوية ممكن ندي للمريض بتاعنا مع علاقة كبيرة كل 8 ساعات وطبعا هتتابع بعد كده مستوى البوتاسيوم بشكل دوري ممكن كل 12 ساعة مع المريض بتاعك او كل 24 ساعة على حسب حالة المريض بتاعك اما لو كان نقص البوتاسيوم ده شديد اقل من 2.5 فالمريض ده لازم يتحجز عناية مركزة او حتى لو ما كانش اقل من 2.5 لكن المريض معاه تغيرات في رسم القلب زي ما قلنا بقى التي ويف بدأت تقل او تنزل والي ويف بدأت تطلع في اي ارزمية في حاجة ده لازم يتحجز عناية مركزة طبعا ويكون على او لو كان عنده مشاكل في التنفذ زي ما قلنا والمريض ده بقى لازم ياخد بوتاسيوم وريدي ولازم تعرف ان البوتاسيوم الوريدي بيعمل فين ارتيشن شديد المريض لو خد البوتاسيوم وكان مركز زيادة شوية بيعمل قلم شديد في الوريد وممكن يعمل التهابات واريتنت فلازم لو هندي عبر بريفرالفين وريد طرفي لازم يكون بتركيز قليل ولازم كمان يكون بمعدل قليل يعني لازم التركيز لا يزيد عن 40 ملي اكوفيلانت برليتر 40 ملي اكوفيلانت يعني 2 امبول الامبول اللي عندك اللي مكتوب عليه 10 ملي 15% هو 20 ملي اكوفيلانت فانت لو هتدي للمريض بتاعك بوتاسيوم عن طريق وريد طرفي يبقى ممكن نحط امبولين على لتر كامل وكمان بنمشي بمعدل لا يزيد عن 10 ملي اكوفيلانت في الساعة يعني ممكن نجيب امبول اللي هو العشرين على 500 محلول ملح ونمشيه على مدار ساعتين لان الامبول ده فيه 20 فاحنا قلنا الوريد الطرفي ده المفروض لا يتحمل اكتر من 10 ملي اكوفيلانت في الساعة اما لو انت محتاج تدي بجرعات اعلى من كده وتركيز اعلى من كده يبقى تركب سنترال فينس لاين طبعا وندي من خلالها البوتاسيوم في الوقت ده ممكن نزود التركيز وممكن نزود الريت يعني ندي بمعدل اعلى لكن لا يزيد عن 40 ملي اكوفيلانت في الساعة برضو 40 ملي اكوفيلانت اللي هو امبولين في الساعة لا يزيد عن كده حتى في السنترال لاين يعني لو حطيت 2 امبول على 500 ملح في سنترال لاين المفروض هذا المحلول يتعلق للمريض على مدار ساعة او اكتر وليس اقل من ساعة لان كده هو جواء 40 ملي اكوفيلانت طبعا المريض اللي عنده نقص جديد او اللي احنا بندله بوتاسيوم بتركيز عالي لازم نتابع مستوى البوتاسيوم بتاعه كل ساعة وبنحكم على الكمية بعد كده على حسب استجابة البوتاسيوم ده والجرعة القصوى اليومية في الوقت ده يعني على مدار اللي 24 ساعة لا يتعدى 400 ملي اكوفيلانت يعني 20 امبول ده طبعا في الحالات الشديدة وطبعا نادرا ان احنا نوصل للكمية دي يعني واخيرا يا صديق العزيز في تكات سريعة كده اعرفها معي رقم واحد ان البوتاسيوم ممكن نحله على محلول ملح او على رينجر لكن بلاش نحله على جلوكوز لان جلوكوز ممكن يطلع انسولين يسيري الانسولين والانسولين يعمل ويخفض البوتاسيوم اكتر رقم اتنين في الحالات الشديدة لو احنا بندي للمريض بتاعنا بوتاسيوم وريدي وهو بياخد بوتاسيوم عن طريق الفم مفيش مشكلة ممكن ندي الاتنين مع بعض رقم ثلاثة لو كان السبب يعني البوتاسيوم اجمالا ما قلش لكن دخل جوه الخلايا فخلي بالك وانت بتصلح المريض ده لانه ممكن يطلع تاني من الخلايا ويطلع في الدم ويحصل هايبركالميا فندي الجرعات بحرص شوية ونتابع مستوى البوتاسيوم كويس جدا رقم اربعة المريض اللي عنده نقص بوتاسيوم نخليه يأكل اطعمة فيها بوتاسيوم كتير زي الموز وزي الطماطم وزي البطاطس طبعا والطعام بتاعه يكون الملح فيه قليل جدا ويمنع كحليات ويمنع عرق سوس طبعا المريض بتاعك بعد مستوى البوتاسيوم ما تصلح عنده لازم تتابعه كذا يوم عشان ما يحصلوش هايبوكالميا مرة تانية وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة ويعمل لايك وشير شكرا لحضراتكم